قدمته السيدة نديفتح وزيرة الاقتصاد والمالية وإتي هذا المشروع بعدما تم الشروع في عملية إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية تنفيذ التوجهات الملكية السامية من خلال اعتماد القانون الإطار رقم 50-21 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية والقانون رقم 82-20 القاضي بإحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية والذين صدروا بتاريخ 26 يوليوز 2021 وعملا بأحكام الفصل 49 من الدستور واستنادا إلى مقتضيات المادة الثالثة من القانون رقم 82-20 السالف الذكر تمت المصادقة على التوجهات الاستراتيجية للسياسة المساهمة للدولة خلال اجتماع الوزاري المنعقد بتاريخ فاتح يونيو 2024 ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى المصادقة على السياسة المساهمة للدولة التي تم إعدادها وفقا للتسوجهات الاستراتيجية المذكورة علىه باقتراح من الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية بعد استطلاع رأي هيئة التشاور خلال اجتماعها المنعقد في 19 سبتمبر 2024 بعد ذلك تداول مجلس الحكومة وصدقة على مشروع المرسوم رقم 23-725 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 18-738 الصادر في 22 من رابع الأول 1440 30 نوفمبر 2018 بإحداث منطقة التصدير الحرة لسوسماسا قدمه السيد رياض مزور وزير الصناعة والتجارة ويندرج هذا المشروع في إطار التنزيل الجهوي لمخطط تسريع التنمية الصناعية بجهة سوسماسا وفي إطار المشاريع التي انطلقت تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلال الملك محمد السادس نصره الله خلال شهر يناير 2018 حيث تم في هذا الصدد إنشاء منطقة تسريع الصناعي لسوسماسا ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تعديل ترسيم حدود منطقة تسريع الصناعي لسوسماسا وذلك من أجل ملاءمته مع مخططه لجماعة الدريرغا وإدراج اللوجيستيك والأنشطة المتعلقة بالميناء الجاف ضمن الأنشطة التي يمكن مزاولتها بمنطقة تسريع الصناعي إطرى ذلك تداول مجلس الحكومة وصادقة على مشروع المرسوم رقم جوج 24-1056 بتغيير وتتميم المراسيم رقم جوج 23-545 545 نعم ورقم جوج 23-546 ورقم جوج 98-548 المتعلقة بالأنظمة الأساسية لهيئات الأساتد الباحثين قدمه السيد عز الدين ميدوي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ويندرج هذا المشروع في إطار حرص الحكومة على تحفيز الأساتد الباحثين بجميع هاءتهم وتتمين دورهم الطلائع في النهوض بمهام التكوين والتأطير والبحث المسندة إلى الجامعات المغربية ويهدف هذا المشروع بالأساس إلى تدقيق آلية ترقية الأساتد الباحثين بغية ترصيد وصون مكتساباتهم المهنية والتنصيص على دمج الأساتد الباحثين الملحقين وكذا الأساتد الباحثين المزاولين لمهامهم بالمدارس العليا للأساتد عند نقلها من قطاع التربية الوطنية إلى قطاع التعليم العالي ضمن هيئة الأساتد الباحثين بالتعليم العالي وذلك حفاظا على استقرار وضعياتهم الإدارية وكذا الحقوق المهنية المترتبة عنها ووصل مجلس الحكومة أشغاله بالطلاع على اتفاقيتين دوليتين ومشروعين القانونين المتعلقين بهما قدمهما السيد ناصر بوريطا وزير الشؤون الخارجية والتعاول الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ويتعلق الأمر باتفاق حول المساعدة الإدارية المتبادلة في المجال الجمركي بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية غينيا بيساو الموقع بالعيون في 16 يوليوز 2024 ومشروع القانون رقم 47-24 يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور يهدف هذا الاتفاق إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مجال مكافحة المخالفات الجمركية من خلال تعزيز واستكمال ممارسات المساعدة المتبادلة بين الإدارتين الجمركيتين بالبلدين بهدف تطبيق التشريعات الجمركية والوقاية من المخالفات الجمركية والبحث عنها وزجرها اتفاق بشأن النقل الدولي عبر الطرق للمسافرين والبضائع بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية غينيا بيساو الموقع بالعيون في 16 يوليوز 2024 ومشروع القانون رقم 48-24 يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور يهدف إلى تعزيز النقل الطرق للمسافرين والبضائع بين المغرب وجمهورية غينيا بيساو بما من شأنه المساهمة في تسهيل وتعزيز وتجيع المبادلات التجارية بينهما وتطوير علاقاتهما الاقتصادية